موسيقى والقيادي في القارة الافريقية مصر هي رئيسة الاتحاد الافريقي في 2019 مصر بتستضيف اهم حدث رياضي ان شاء الله كمان اسبوع وهي بطولة الامم الافريقية مصر كمان بتستضيف المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد اللي بيعقد على مدار يومين في شرم الشيخ كان برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكمان كان باشارة منه السنة اللي فاتت في يناير 2018 ودعوة منه انه يتم انعقاده لعرض التجربة المصرية الرائدة الحية في السنوات الاخيرة لمكافحة الفساد هنتكلم بالتفصيل طبعا عن كل هذه المواضيع لكن كمان خلوني اقول لحضراتكم ان احنا هيكون معانا النهاردة فقرة مهمة جدا هيكون ضفنا فيها الدكتور ايمان عبدالعزيز وهو المناصق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي ايه مشروع مودة من الكلمة احنا منتكلم دايما عن الرحمة والمودة الكلمتين دول بيكونوا متسقين في اطار الاسرة والحياة الزوجية والاسرية بيكون اهم شروطها هي الرحمة والمودة عشان كده دي مبادرة رائدة باعتبارها مشروع يهدف لحماية الاسرة المصرية حمايتها من مخاطر الطلاق وطبعا حضراتكم عارفين النسب المتزايدة من هذا الموضوع من الطلاق بيكون بيهدد الاسر المصرية وطبعا بيعود بصورة سلبية على الاطفال اللي في النهاية بيخرجوا في المجتمع بمشاكل كتير علشان كده احنا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ازاي مشروع مواد ده نقدر نستفيد منه ازاي نقدر نتفاعل معاه ايه دوره على ارض الواقع المبادرة دي وصلت لايه ايه اهم انجازاتها في مصر خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية كمان